كلمة الآن لسيد الرئيس نوردين مديان بإسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الرئيس السيدين الوزيرين السيدات والسادة النواض في البداية لا بد أن نسجل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية باعتزاز كبير كل المبادرات الرشيدة والتوجيهات الملكية السامية السديدة لصاحب جلالة محمد السادس نصره الله والتي أطرت ووكبت الوضع الاستثنائي الذي عرفته البلاد لمواجهات جائحة كورونا بما في ذلك الدعوة إلى إحداث صندوق خاص بتدبير هذه الجائحة بأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية وجعل مكانة المواطن المغربي فوق كل اعتبار لا بد كذلك أن نشيد أيضا بروح الإجماع الوطني الذي عبر عنه المغاربة خلال فترة الجائحة إجماع كرسة لقيم المواطنة الصادقة وترسيخ روح التضامن والتكافل الذي يعبر عنه الشعب المغربي على الدوام لا سيما في اللحظات الصعبة والحرجة والدقيقة ولا تفوتني هذه المناسبة دون أن نقف وقفة إجلال وتقدير لكل من تعبأ في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة بنكران الذات ووطنية ومسؤولية من أطباء وممرضين وتقنيين والسلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المتانية ورجال النظافة والأطر التعليمية إن هذه التضحية الجسيمة من طرف جنوة الخفاء سيد وزير كان يقتضي من الحكومة وخاصة من خلال هذا القانون المالي التعديلي يعني تقديم تحفيزات مادية ومعنوية لتشجيعهم على مزيد من التعبئة ليس فقط الاعتراف ورفع القبعة بل كنا نتمنى في الفريق الاستقلالي أن تأتي الحكومة يعني بتحفيزات داخل هذا القانون لهذه الفئة من الجنود التي ناضلت في الصفوف الأمامية طيلة هذه الجائحة خاصة وأنه الجائحة لازلت مرشحة لفترة معينة فلذلك كنا نتمنى أنه الحكومة باش غادي تجيب بعض يعني يعني التحفيزات اللي هي غادي تشجعهم غادي تحفزهم وكذلك غادي تشجع كل الأجيال الأخرى المنخرطة في مثل هذه الوظائف وفي هذه الأسلاك وكل فئات الشعب المغربي هذا من جهة ومن جهة ثانية في هذا الإطار اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير والإجراءات المواكبة للتدائية هذه الوضع الاستثنائي بما فيها أساسا دعم الفئات الاجتماعية المتضررة في حالة طوارئ الصحية وكذلك المقاوات التي اضطرت إلى التوقف الجزئي أو الكل لأنشطتها غير أن هذه التدابير لا ترقى لمعالجة هذه الوضعية الاستثنائية سواء من حيث طبيعة هذه التدابير المتخذة ومن حيث التدابير الحكومي للمرحلة المطبوع بالارتباك والارتجارية وغياب التنسيق وضعف التواصل وتعدد البلاغات نتيجة الخلافات وعدم الانسجام بين مكونات الأغلبية للأسف أثناء الجائحة وإلى يومنا هذا لا زالت هذه البلاغات مستمرة مما يدل على عدم الانسجام والتجانس بين مكونات الأغلبية فحين أشرنا باللجنة بأنه فعلا هذا المشروع المالي لهو مشروع مالي عادي جدا يعني المشروع مالي تعديلي يعني هدفه مواضح هو يعني تقليص من النفقات وكذلك إلغاء للأسف مجموعة من الأوراش والمشارع التي كانت من شأنها أن تشكل إضافات لا في المجال الاقتصادي وفي المجال الاجتماعي ولكن للأسف أن هذا القانون المالي الآن أؤكد من جديد وقد أكدهم جمعة من الأحزاب السياسية على أنه من صناعة الإدارة فقط فما فيش اللمس السياسية وأنه مكونات الأغلبية الآن من خلال بلاغات على البلاغ ديال قبل البارحة يؤكد هذا الخرق وهذا غياب الإشراك ديال المكونات الأغلبية وأحرى المكونات المعارضة وغيرها من الفعاليات لأن لن نحن في أزمة فكان من الأجدر على الحكومة أن تنفتح على مكوناتها على الأغلبية أن تنفتح على بعضها لا أن تشوش على المصار من خلال بلاغات وغير ذلك إذن فلذلك كنت نتمنى أن هذا الخانون المالي يكون من صناعة المغاربة مئة في المئة كل واحد من موقعه وليس فقط من صناعة وإعداد وصياغة الإدارة إذن فلذلك نتمنى إن شاء الله لاحقاً أن نؤسس لسلوك معين ولكن الحكومة وقد أسسنا لذلك في حكومة سابقة يعني بشكل واضح ولكن للأسف أنه هذه الحكومة من يوم نشأتها وتكوينه ويتعيش في الارتباك ارتباك وراء ارتباك خلافات بلاغات اتهامات تبادل اتهامات إذن فكفى إذن فلذلك فكفانا هذه الأزمة ونحن نوفغن عنها والحكومة يجب أن تعيد النظافي نفسها وفي ترتيب أوراقها وسلوكاتها إذن هذا من جهة وكذلك للأسف إن هذا الارتباك الحكومي الخائم بين مكوينة الحكومة وتعدل البلاغات لكينا المضادة بينه التراشقات سينعكس طبعا على مشروع القانون المالي المعدال وهو ما يدفعنا للتساؤل أي مشروع هذا نريده الحكومة غير متجانسة فما عسى أن ينتظره المواطن من هذا المشروع والحكومة بنفسها كما أشرت سابقا غير متفقة سيد الوزير إن الإجراءات التي اتخذت هذه الحكومة غير المتجانسة يجب أن لا تحجب ما أبانت عنه الأزمة غير المسبوقة من اختلالات نيكلية وما تقتضيه من وقفة مسؤولة للإجابة عن التحديات المطروحة التي لا يمكن تجاوزها بحلول ظرفية محدودة العثار ووصفات جاهزة ترقيعية وبإجراءة مسكنة بل بانتهاج استراتيجية طموحة للقطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وبالورة مخططات وقائية واستباقية ذلك من خلال اعتماد مختط استعجال الاستثمار في إطار ميثاق جديد وإصلاح جبائي استجيب لمتطلبات المختط وترصيق حكامة الموية متوازنة بأبعادها الاجتماع المجالية تستهدف إحداث أقطاب جهوية للتنمية المتوازنة قادرة على خلق الثرواتي وفرص الشغل وهنا السؤال العريض الذي كان من المفروض أن يجسد هذه التوجهات وهذه السياسة هو النموذج التنموي الجديد الجميع يتساءل فين وصل هذا النموذج التنموي الجديد الذي كان من المفروض بطبيعة الحال أن يؤدي إلى صياغة إجابات على كل هذه الإشكالات لا وخاصة على المستوى الجهوي والمستوى الترابي على المستوى التنموي على المستوى بصفة عامة للأسف أنه طال كثيرا والغاربة يتساءلون ما مصير هذا النموذج التنموي وطبع على الحال هذا النموذج التنموي الآن بسبب هذه الجائحة التي كان له الفضل في إعادة النظام الجموعة من الأوراق إذن فهم الواجب أن نعيد النظر حتى في صياغة هذا النموذج باعتماد أفكار جديدة وباعتماد سياسة جديدة أبانت عنها هذه الجائحة وفترة التعامل مع هذه الجائحة إذن سيد الوزير وعين مننا في حزب الاستقلال من أن سنة 2020 ستكون سنة صعبة بكل المقاييس في ظل تراكم تداية جائحة كورونا وأثار الجفاف على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية فكان سباقا بدعوته منذ التمديد الأول لفترة حالة التوارئ الصحية إلى إضاءة ضرورة إعادة النظام القانون المالي الحالي وسن مشروع قانون المالي تعديل بديل يتلاءم مع المتغيرات التي عرفتها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه الجائحة كما بادر الحزب إلى توزيه مذكرة لرئيس الحكومة للخروج من الأزمة في غياب استراتيجية حكومية لتجاوز الإشكاليات التي تواجهها البلاد والتي ترتكز على ستة محاور أولاً كهم تعزيز وتقوية دور الدولة وجعل مواطن في قلب السياسات العمومية بما في ذلك أساساً توفير مناصب مالية قادرة على التخفيف من أزمة بطالة بعيداً عن المنظور المالي الضيق القائم على توازن المالية العمومية ولو على حساب التوازن الاجتماعي إعطاء دينامية جديدة لمحركات النمو الاقتصادي تعزيز وتقوية دور الدولة وجعل مواطن في صلبي أدوارها الأساسية إن عاش الشغل وهنا نقف السيد الوزير لنؤكد من جديد على أن هذه الجائحة تسببت في تسريح آلاف من العمال والوظائف إذن هناك الحديث على المئات من الآلاف إذا تنضاف إلى الآلاف الأخرى المعطلة عن الشغل وخاصة من حامل الشهادة وغيرهم إذن فلذلك للأسف وأن هذا القانون المالي جاء كذلك ليكرص هذا الوظائف وليساهم في تسريح يعني مجموعة من أبناء هذا الشعب الذي يشتغل إذن فكان من الواجب على هذه الحكومة بطبيعة الحال هل يعني أن تولي الاهتمام الخاص يعني للبحث عن السبل الكفيلة لإدماج الفاقدين للشغل وغيرهم في العمل إذن فللأسف هو أن الحكومة جاءت لتقريص المناصب المالية وليس للتشغيل بعدما وقفنا على أن القطاع الخاص بطبيعة الحال أصيبها بالدرجة الأولى بشلال شبه تام أثناء الفترة وأن الإقلاع يتطلب لإجراءات ومدة زمنية إذن فأين دور الدولة ودور الحكومة في إنعاش سياسة الشغل والتشغيل والتشغيل الشباب بالدرجة الأولى الفاقدين لشغلهم بسبب هذه الجائعة والذي كادنا ينتظر أن يشتغل بحكم هذا القانون 2020 وقانون 2021 إذن فلذلك فإلى أي مدى يستجيب هذا المسروع لتحديات المرحلة بمختلف تداعياتها كما أنه لا بد من تخوية التماسك الاجتماعي بهدف تقريص الفوارق الاجتماعية وضمان توزيع العادل للثروة هو المخرج الأساسي فللأسف هو أنه القانون المالي يعني في طياته وتفاصيله جاء يعني ليرقع يعني بعض الفاجوات التي خلفتها الجائحة يعني على حساب قطاعات نزوله من هذه الخطاعة نعطيه من هذه القطاع استهداف قطاعات حيوية للأساف قطاع التعليم مثلا وغيره يعني انقصنا من الميزانية في القطاع التعليم في الوقت الذي كنا نطالب وننتظر الرفع من هذه الميزانية لعلاج أزمة التعليم لكينا في البلاد لسنوات للأساف فلذلك فلذلك كذلك بالنسبة المجموعة من القطاعات فلذلك لابد لهذا القانون المالي الذي كنا ننتظر منه هو إعادة سياق جديدة بسبب دروس الجائحة إحادة الثروة البحث عن الموارد سيد الوزير ليس هو تدبر ما هو قائم ما شهد هو اللي يبغي نحن الدولة يجب عليها أن تبتكر وتجتهد وتبحث عن موارد أخرى فلذلك كانت هناك إجراءات غير بسبب يعني هذه الجائحة في ظرف وجيز المغاربة بسبب تضامن ديالهم سيد الوزير أننا استطعنا من خلال صندوق ديالكوفيد قد نوفروا نجمعوا مبارع محترمة كان إجراء ديال تفعيل الزكاة ليش ما نديروش في ظل هذه الجائحة يعني صندوق الزكاة سننفعلوه هذا هو الوقت ديال والمغاربة قادرين وبإمكانهم يقدرون الظروف فلذلك انخرطوا بشكل تلقائي يعني في هذا الصندوق بالمساهمة ديالهم بسيطة والكبيرة لأن هناك المغاربة الروحة لكيجمعهم هو التضامن إذن أثناء المحان إذن فهذه السياسة يكوننا كنت تستنعوا أنه القانون المالي يجيبها وإزكالي للأسف ما جبهاش إذن فإن المرحلة الراهنة تجعلنا أمام امتحان عسير يتمثل في مدى قدرة الحكومة على إبداع حلول ناجحة وانتهاج التدابي الكفيلة بمواجهة هذه الظرفية الصعبة التي تعرفها البلاد بما يضمن الحفاظ على مستوى الثقة لدى المواطنين بعدما تمكنت البلاد بفضل تجاهة الملكية من التحكم في الجائحة والنجاح في إنقاذ أرواح المواطنين في ظل الانكماشي اقتصادي غير مشبوق وأزمة اجتماعية جد سبع فإلى أي مدى يستجيبوا هذا المشروع لتحديات المرحلة بمختلف تداعياتها وهل لدى الحكومة خارطة طريق مصاحبة لرهانة الإقلاع الاقتصادي وإنعاش الحياة الاجتماعية وعودة دورة الاقتصادية لدورانها انطلاقا مستراتيجيا محددة الأهداف والآليات إلى أي مدى يترجم هذا المشروع لانتظارات المواطنين وترطلعاتهم في تحسين مداخنهم وقدرتهم الشرائي وضمان مقومات العيش الكريم ما هي تدابي المواكبة من أجل تفعيل الأولويات التي جاء بهذا المشروع في ذل ضرفية وطنية لا زالت مطبوعة بإجراءات حالة الطوارئ الصحية خاصة فيما يتعلق بفتح الحدود مع الخارج في ذل مناخن دولي لا زالت لم تتضح معالمه بعد في ذل تهاول مع علماء الاقتصادية أمام هذه الجائحة إذن حتى بالنسبة نرجع بالنسبة للفتح الحدود هناك مذكرات هناك قرارات كلها مرتجلة للأسف الشديد هي مرة نفتح الحدود ونسمع وكذلك أن هناك يعني إجراءة أخرى الآن المغاربة هناك واحد المذكرة هذه الصدرات قبل يومين صدرات يعني كان بمغاربة استفشروا لها خيرا ولكن الآن أجدوا إجراءة كيف يمكنوا يعني فتح هذه الحدود واشالناس اللي هم في خزيرس قد يرجعوا حتى الساد حتى الفرنسا ألف وسبعمائة كيلومتر باشي يجيو واشالناس يعني خلينا محطتين الساد ثم كذلك كجنوة إذن في حين أننا كان علينا أن نفكر في حلول أخرى أسهر لتجنيب المغاربة مصارف إضافية وإحنا عارفين الآن كنتبعو عن كثاب يعني المبالغ المقدرة أنه الآن يعني الخطوط بمختلف مختلف وسائل النقل المعتمدة أنه رفعت من أسعار لها إذن فالضحية الأول هو المغاربة اللي كانين على برنا في الخارج لديهم الرغبة باشي يدخلو خلال هذه الفترة إذن فكان علي الحكومة قبل إصدار هذه المذكرة أن تتبعها بطبعات حل بإجراءات مصاحبة لفك ذلك اللغز إحنا فتحنا كيفاش غاد نفتح الحدود كيفاش غاد نجيو بأي ثمانين إذن هنا لابد أن نفك سويا في هذه الإجراءات كذلك لرفع المعاناة عن المواطنين اللي عندهم الرغبة أو العالقين بالخارج للأسف إلا زالوا يعانون إلى يومنا هذا سيد وزير نعتبر في الفريق الاستقلالي أن الجواب على هذه التساؤلات وغيرها يكمن في غياب رؤية واضحة المعالم لدى الحكومة رؤية قادرة على تغيير تحقيق يعني التغيير المنشود وإحداث قطائع ضرورية مع مظاهر الأزمة وتحقيق شرط إقلاع اقتصادي حقيقي ببعد الاجتماع القوي بل بدلت كريس إجراءة ظرفية ذات طابع يعني ترقيعين واستهداف القدرة الشرائية المواطنين وضرب الطبق الوسطى في غياب تدابير من شأنها تحسين المداخيل والنهوض بالوضعيات الاقتصادية والمادية للأسر وقد يترتب عن ذلك وما يترتب عن ذلك من تنامي حدة الفقر وتعميق الفورة الاجتماعية والمجالية بعدما أصبح حوالي عشرات الملايين مواطن مهددا بالعيش تحت عتبة الفقرة أمام توقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية ليساهم بذلك المشروع في تكريس الأزمة وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية سيد وزير كنا نأمل في الفريق الاستقلالي أن تأتي الحكومة بمشروع مالي تعديلي يستجيب لمتطلبات المرحلة بما عرفته من تحولات وتحديات وريانات جديدة ويضمن التوازل المالي للدولة كما يحرص على تحقيق التوازل الاقتصادي واجتماع كنا نأمل كذلك أن يشكي لهذا المشروع مدخلا لإعادة النظر في الاكتيارات والاستراتيجيات المبنية على نموذج تنمو ليبرالي للأسف القائم الآن نموذج تنمو ليبرالي متغول أبنت الجائحة عن آثاره ونتائجه السلبية بما فيها أساسا تمركز الضروة لدى الأقلية القليلة من المغاربة وتوسيع قاعدة الفقر والفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية كنا نأمل أن يشكل هذا المشروع فرصة ثمينة لبناء مغرب ما بعد كورونا مغرب العدالة الاجتماعية وتكريس التواجل المجالي في إطار سياسة المواطن في سوربيا كنا نأمل أن يشكل المشروع مدخل الاتقاء بالقطاعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي كالصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل لتصبح في قلب الأولويات الحكومية وتحديده المعتمدة في إطار التناسق بين توازنات المكرو اقتصادية والاجتماعية على ضوء استخلاص الدروس والعبرة المجالية كنا نأمل السيد الوزير أن نناقش المشروع في إطار إصلاح جباء جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة بما فيها التخفيف من الثق الضريب الذي يشكو منه الجميع أشخاصا ذاتيين كانوا أو طبيعيين مع مراجعة الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها بعض القطاعات بعدما استنفذت أغراضها حتى لا تتحول هذه الامتيازات الجبائية إلى اقتصاد الريعي والإطراغ المشروع كنا نأمل أن نناقش هذا المشروع في ذل ميثاق جديد للاستثمار الذي طال انتظر إخراج إلى حيز وجود حتى يوكب تحول الاقتصاد الداخلية منها والخارجية وما تقتضيه من تحفيزات جديدة للجلب وتجيع الاستثمار الوطني وخاج كنا نأمل أن يشكل هذا المشروع فرصة ثمينة لأعادة النظر في اختيارات الاقتصادية من خلال اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الكفيرة بتجيع الإنتاج الوطني والرفع من جودته وتنافسيته والاستثمار الأمثل للموقع الاستراتيجي الذي تميز به المغرب لفتح آفاق واسعة نحو أسواق جديدة بمن فيها استثمار في تحي على العمق الأفريقي في إطار تعاون جنوب جنوب كما كرسه جلالة الملك كنا نأمل أن تأتي الحكومة بمسرع قانون المال تعديلي بديل قائم عن سياسة ترشيد النفقات وعقلنة العمل الحكومي لتدبير السياسات العمومية على أساس الاختيارات والأولويات التي تقتضيها متطلبات الخروج من الأزمة بعيدا عن سياسة التقشف التي خاطرها على السلم الاجتماعي سيد الوزير كنا ننتظر من هذا المشروع أن يشكل مدخلا لمعالجة وضعية الميزان التجاري الذي يعاني من عجز مزمن نتيجة تضعف إنتاج المواد القابلة للتصدير العمر الذي يدعو للتساؤل عما إذا كانت بلادنا ستستمر في وطيرة استيراد أغلب حاجياته وما يتطب عن ذلك من اختلالات الميزان التجاري المغربي وتوسيع قاعدة تبعية الاقتصادية وإضعاف الطاقة إنتاجها الوطنية وقدرتها التنافسية وخلق الثروة وفرص الشغل في الوقت الذي أبانت فيه الجائحة عن قدر الكفاءات المغربية على الابتكار والاختراع وما يطلب ذلك من تدابير الاحتضاء نهاء ودعمها وتشجيع ومكافتها سيد الوزير الحكومة مطالبة بالتعجير بمعالجة للطبيعة الحال كما عشرت ذلك مسألة يعني فتح الحدود بسيغ يعني مارينا سيد الرئيس كما لا يخفى عليكم تعتبر مناقشة مشروع قانون المالي فرصة ثانية حي يمثل الأمة لمراقبة العمل حكومي وطرح التساؤلات التي تستأثير باهتمامات الرأي العام الوطني وتقديم الاقتراحات التي تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين مطلوم الحكومة كسلطة أن تبحث عن الإمكانات والحلول الناجحة في إطار التدبير الجيد للسياسة العمومية دون أن نكون كممثلين للأمة مطالبة من مساعدة الحكومة لحل معادلة المجائل الستة التي تحدثتم عنها السيد الوزير لقد حرص الفريق لاستقلال الوحدة والتعادل انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالي الوطنية أن يساهم في تحسين مضامين على المشروع وإغناء من خلال تقديم جمع من التعديلات تستجيب المتطلبات المرحلة وتكريس البعد الاجتماعي وتستهدف مواصلة دعم الأسر المتضريرة التي تشتغل بالقطاع غير مهيكة سواء كانت حاملة لبطاقة دعم راميد أو غير متوفرة عليها إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية تستهدف أيضا دعم نفقات تمدروس التخفيف من الأعباء العائلية دعم المقاولات المتضريرة وكذا ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية وخلق فرص شغل غير أن الحكومة عاملت مع جهلها بمنطق الرضم عندما جعلت من هاجس التوازن المالي الضيق أولوية مشروع القانون المالي ولو على حساب التوازن الاجتماع والبعد التنموي عندما قلصت الاعتمادات المرصودة للتنمية القراوية والجبلية هذا هو المشكلة السيد الوزير أنه قلصتم من الاعتمادات الموجهة لتنمية العالم القراوي والجبل من خلال وعائلات الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 7 مليار درهم إذن فلذلك للأسف كيف يمكن الفطين عامة يعني للأسف وحتى هذا القانون قبل هذا القانون البرلمان سيد وزير أرى تبصلنا المصالح الخارجة تبصلت بمذكرة من القطاعات المزارية المختلفة بتحويل وتجميد مجموعة من الاستثمارات فلذلك هذا سيعمق الأزمة الجديدة وسيساهم في تكريس للأسف يعني الوضع الاجتماعي المتأزن بتسريح الآلاف من يعني من المغاربة الذين كانوا يشتغلون إذن فلذلك كنا كنتمنا وهذه الجائحة ناخد منها الدروس ونعيد النظر في الأولويات وخاصة الترتيب الأولويات فيما يتعلق بإعطاء البعد الاجتماعي الحق الذي يستحقه يعني في هذه السياسة بصفة عامة وهذا ما يجعلنا في الفريق الاستقلالي نصوت ضدها المشروع الذي يبقى مشروعا ترقيعيا بامتياز مشهد هو المشروع الذي كنا ننتظره السيد وزير كنا ننتظر مشروعا ماليا لإعادة ترتيب مجموعة من الأولويات ولكن للأسف هو أن هذا المشروع المالي جاء فقط لخفض لتخفيض مجموعة من النفقات والاستثمارات وغير ذلك في حين أننا كنا نستنى وأن هذا المشروع يستهدف إجراءات قطاعات معينة فنستنى أنه يغفض في ميزانية تسير ميزانية تسير للوزارات المختلفة عند قطاعات ومؤسسات عمومية التي تعد بالملاير لا يستهدف مناصب الشغل لا يستهدف الترقيات لا يستهدف الحوار الاجتماعي لا يستهدف كنا ننتظر بأن هذا المشروع المالي ساهم في تقوية وتعزيز السلم الاجتماعي ولكن للأسف هو أن هذا المشروع جاء لتجميد كل ما من شأنه يعني أن يساهم في الدعم الاجتماعي إذن فلذلك للأسف كان محبطا كان محبطا للأمال تفقنا المرونة السيد الرئيس شكرا طبعا كمّل السيد الرئيس نعم على كل دقيقة أقل من دقيقة وغم ذلك وسيظل الفريق الاستقلال متمسكا بخيوط الأمال لما فيه الغد الأفضل استحضارا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وصبروا وتوتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا